نتائج الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تشامبينز ديج طبعا في لقاءات انتهت وفي لقاءات لسه مستمرة حتى الآن وفي شغطها الثاني زينة سانت بيترسبرج خسروا قدام ليبزيج الألماني 2-1 تشالسي فاز على آيكس أمستادام 1-0 وبعدين عندنا برشلونة متقدمين دلوقتي على سلافيا براج 2-1 بأهداف للويس واراز وليونال ماسي انتر ميلان كمان متقدمين على بروسيا دورتمند 1-0 بهدف لوطارو مارتيناز وليفربول متقدمين على جانج البلجيك 2-0 بهدفين لتشامبيرلين وبعدين نابلي متعدلين مع رادبول سالسبرج 1-1 وفالينسيا متعدلين سلبيا مع عليل الفرنسي ليون خسرانين 1-0 قدام بانفيكا البرتغالي طبعا يعني كل المتعة الحقيقة في دوري أبطال أوروبا البطولة الأغلى والأحلى والأروع في العالم هقولكو على الأبديتس أو آخر المستجدات الخاصة باللقاءات اللي لسه بتلعب دلوقتي وللسه قدامها شوية على ما تنتهي ترجمة نانسي قنقر